موسيقى جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث شاكى مزارع التفاح في محافظة مارب والجوف عمرا وصادا كسادا غير مسبق لمحاصر في الأسواق المحلية وما تسبب بخسائر كبيرة تفوق بثلاثة أضعاف تكاليف الزراعة ورجع المزارع من أسباب الكساد إلى تقاوس الجهات المعنية عن توفير الحماية اللازمة لمحصولهم ومن إغلاق السوق المحلية بكميات كبيرة من أصناف مستوردة وطالبوا السلطات المعنية بتنفيذ قرار من استيراد التفاح الخارجي لتشجيع ودعم الانتاج المحلي من محصول التفاح الذي تضاعف انتاجه بشكل منحوض خلال هذا الموسم الزراعي وقال المزارعون أن ثلاجات التخزين ومخازن التبريد تحوي أكثر من 500 ألف سلات تفاح من انتاج الموسم الشتوي الحالي مؤكدين استعدادهم لتغذية الأسواق المحلية بالتفاح المحلية في حال تمضبط مستوردية تفاح الخارجية أعلنت المملكة المتحدة برامة اتفاق الانضمام إلى شركة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرا من المفاوضات وهي أهم اتفاقية تجارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي وتعد أول دولة أوروبية تنظم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 دولة يبلغ إجمالي انتاجها المحلي 11 مليار جنيه استرليني توقع التقايم الاقتصادي عالمية تلاجع الدولار خلال الستة الأشهر المقبلة بسبب التباضل الاقتصادي الأمريكي وقالت التقارير يجب الاستعداد لفترة طويلة من ضعف الدولار إذن توقع دخول الاقتصاد الأمريكي للتباضل وسينهي بنك الاحتياد الفدرالي رفع أسعار الفائدة وانخفض مواشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من ستة عملات أخرى بما فيها اليورو واليين اليابانية عفق صندوق نقل الدولي على برنامج قرد بقيمة 15 مليار و600 مليون دولار لأوكرانيا لمدة أربع سنوات في إطار حزمة عالمية بقيمة 115 مليار دولار لدعم اقتصاد البلد الذي يخوض حربا مع روسيا منذ 13 شهرا واضح الصندوق أن قرار مهد الطريق لصرفي مليارين و700 مليون دولار على الفور لكييف وأخيرا ارتفعت بيتكوين أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية مرة أخرى متجاوزة مستوى 28 ألف دولار وصعدت بيتكوين وصد مكاسب الجماعية لسوق التشفير الأوسع والذي اقترب من حاجز تريليون و200 مليار دولار من حيث القيمة السوقية ترجمة نانسي قنقر